جوزيجو ميز في المواجهة القادمة أمام النادي الأهلي مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه في رأيي أنا تطويل الجيم على قد ما هيقدر أنا متفق مع إبراهيم إن الأهلي هو الطرف الفنيا الأكثر استقرارا الأكثر استقرارا والأكثر معرفة كمدير فني بكل شيء يعني جوزيجو ميز ده فعلا ده رابع لقاء بيخوده وفي مشكلة لجوزيجو ميز هو ما خدش لقاء واحد شبه أصلا لقاء الأهلي يعني مثلا ما عندوش ماتش زي بيراملز ما لعبش ماتش حتى أهلي جدل ودي مثلا توصب ليبل كبير يعني حتى ليبل ما فوق المتوسط يعني الإسماعيلي فريق ممتاز كإسم نادي ولكن الحلق وحتى طريقة الجيم اللي لعبه الإسماعيلي كابتن هام جالد سابق كرة لجوزيجو ميز فعلا ده مش ده الجيم اللي حيواجه في الأهلي خالص فبالنسبة لنا يعني الجميع المتفرجين الناس أصلا عايزة تشوف جوزيجو ميز بيدفع إزاي وإحنا الغاد دلوقتي ما حدش الزمالك مخطش أصلا غير ثلاث دقايق قدام الدخلية بعد التقدم حتى يعني في ماتش مسليم هو تقدم بس طرف فريق مش بيحاول يهاجم الزمالك وفريق بعيد فتعال نشوف عموما يعني شكل الزمالك مع جوزيجو ميز على الورق في اللقاء الدخلية كان عامل إزاي متوسط التمركزات هو لعب بشكلين مشروط الأول كان بشكل الرسل الحربة متمركز دي هنا المجموعات خلاص إحنا خضنا فيها لو يعني ننتقل سريعا عموما كان رأس الحربة ناصر مانسي بلعب قدام هنا ناصر مانسي قدام قوي وفي محاولة لإشراك عدد كبير من اللاعبين الوسط في تركيز إن تأميني ناحية اليمين بالزناري وناحية الشمال هي الناحية اللي بيهاجم منها الزمالك وفي عدد كبير من لعبت الكرة في خط الوسط ده كان الشكل الشكل ده ما كانش فعال في اللقاء الدخلية في شوط الأول لأن أنا بقول إن كان دخلية مش اللقاء الأهلي عشان نبقى نفس التكرار كان ده الشكل في شوط التاني الزمالك على ضغطه استخدم عبدالله تسعيد في مركز 8 فبدأ الزمالك يعلى بشكل الفريق هجوميا أوراق كتيرة تبقى قريبة من المنطقة ويستخدم عبدالله في إخراج الكرة طيب في اللقاء الأهلي الزمالك بحيبقى مطلوب منه إيه الزمالك في رأينا في اللقاء الأهلي مطلوب يطول الجيم يلعب بتركيز جدا على مش لازم يضغط عليه الأهلي من الفرق اللي بتعرف جدا تخرج بالكرة عنده معلول بيخرج بالكرة بشكل كويس محمد عبدالمعلم كان مدافع بيخرج بالكرة بشكل كويس لعبة خط الوسط الأهلي مميزين في النقطة دي فالزمالك محتاج يسيب أول 30 يارضة للأهلي ويبتدي يقفل بعد كده ولازم الالتزام الكامل من لعبة الزمالك اللي هي الموكلة لها التلت الأخير ترجع وتبقى بتساهم جدا في الواجب الدفاعي سواء ضغط على ثلاثة وسط الأهلي المميزين جدا أو أجناحة الأهلي عشان ما يحصلش الحتة اللي الأهلي بيعمل عليها دايما تلاقي ثلاثة من الأهلي بيعملوا دايما زيادة عددية في النحة الشمال بتبقاش عارف مين الوينج الوينج روتشا الأهلي بيعملوا بشكل كويس جدا هو عنده معلول عنده حسين الشحات عنده إمام عشور فيه اتنين بيساموا في تحضير اللعبة وواحد هتلاقي ضرب المساحة اللي دايما بين المساك وبين الباك اللي هو بين المساك اليمين حمزة المسلوسة والباك عمر جاب فزا مالك عنده أسئلة كتير جدا عن وجهة في لقاء الأهلي منها برضه إن زي يخرج بالكرة تحت الضغط العالي الأهلي بيمرسه من عن طريقه يسام أبو علي وعموما الأهلي من الفرق اللي بتضغط كويس فزا مالك في رأينا يلعب على تطويل الجيم خطوط متقربة يلعب بقى على الكرة الطويلة اللي زا مالك ممكن بيساهم فيها تعالى فيه برضه زا مالك عنده الكرة اللي هي اللي كرة الهدف ناس كتير اتكلمت إن ده شبه كرة في التدريب الزا مالك جابها لأ أنا عايز أقول لك إن الزا مالك يا كريم عملها أصناء المطش نفسه في مطش الداخلية محاولتين اللي هو الزا مالك محتاج يستخدم عمر جابر وفتوح في الحتة دي ويخلي دايماً وناجل جوا الملعب حيطة شباب اللقطات على طول اللقطات اللي هم اللي شبه الجون الزا مالك حاول في الكرة دي أكتر من مرة يعملها اللي هي تلعب يجمع لعب كتير في المنطقة دي وشوف يا كريم هي كرة الجون الناس كلها عارفاها بص دي كانت نفس المحاولة هنا بس هي طلعت طويلة شوية من رجل عبدالله السعيد فما زوطتش بس هي نفس المساحة اللي زا مالك بلعب عليها المحاولة التانية كانت بعديها في نفس السواني ده ما فيه السواني وزا مالك حاول تاني بنفس اللعبة وهنا وصلت ساعتها لمساك الداخلية لعبها بعد كده وصلت لزيزو اللي عملها بالمرمة ويحرس الداخلية طلعها دي نفس كرة الجون الزا مالك عنده دي ممكن لو الزا مالك ركز ان يضرب بيها الناحية الشمال فقط في الأهلي اللي فيها علي معلول الكرة دي ممكن تسمر لو الزا مالك قادر يستخدم بسيها زيزو وعمر جابر وزيزو يبقى جوه الملعب ياخد معلوله جوه ويلعب على المساحة اللي وراه دي المساحة الوحيدة اللي في الأهلي بتفضل مساحة لضرب الأهلي منها ولكن ان الزا مالك ينزل يلعب الجيم المهيمن المسيطر ما زال الزا مالك ما انتقالش في تكوين فريقه ولا الاندماج بين الصفقات الجديدة وبين فكر جوميز ان هو اللي ينزل يلعب جيم مسيطر حلو